رحيات كتير من خبراء الفلك توقعوا هيحصل يعني كوارث طبيعية وخصوصا في المنطقة العربية اي رأيي في الكلام ده؟ يعني الكوارث الطبيعية امر بيحصل طول الوقت بس بسبب مجموعة من الزوايا كده مفعل الكوارث بالطبيعية الخاصة بالمياه وبالزلازل تحديدا فقررت اسيا عموما طبعا وارد وبالمناسبة يمكن السنة دي بالمناسبة كمان في النقطة احنا السنة عندنا في الفلك ستنتهي في مارس 20-24 جماعة احنا لسه 20-24 دي احدى سام كاملة معنا يعني حتى اول 20-25 تقريبا في الفلك السنة تبدأ في مارس مع بداية الربيعة ما هو جماعة بالعقل يعني فيه سنة اللي هتبدأ والكوكب كله داخل بيات شتوي الفلك بتدورة الشمس بتبدأ من مارس فبالنسبة لنا لما بيجي حتى تكلم عن ناير وفبراير هم استكمالا لباية 24 فبراير هيكون فيه امطار شديدة جدا وفي اكتر من دولها في تحاول لكوارث وربما كمان يكون فيه حدث يخص انهيار كبري او غرق سفينة كبيرة ففبراير شوية تقيل هيبقى دا متقيل في الحوارات الماية لكن يمكن اللي انا مهتمد في نوفمبر اكتر التعطيل اللي هيحصل ممكن يحصل لها مشكلة ممكن زي ما قلنا حركة السفر او كده ودايما بنصح الناس بس احنا شاهدنا دا كتير في خلاص تقريبا تعودنا عليه يعني وانا فكرة وده دليل يعني احنا كل مرة بنتوقعه في فترة محددة يعني احنا مش مثلا بنطلع نقول لجماعة ما هو اكيد السنة يحصل فيها اطل لا انا بحدد في الفترة تحديدة من منتصف ديسمبر يمكن لحد من منتصف نوفمبر لحد تسعة ديسمبر دي اسمها فترات ترجوه وطارد والفترة دي بتكون لنا احنا كبشر مش جايدة مثلا اشتري موبايل مش جايدة اشتري عربية مش جايدة ان انا اخد قرار مهم جماعة الفترة دي كلنا يعني كل الالكترونيكس بشكل عام مش كده وبس مش وقت مثلا انا هاخد قرار ان انا هسيب شغلي لا ده وقت تفكير متخطيط مش وقت الداية ومش وقت جايد ابتدي مشروع وتحديدا زي ما قلنا الحاجات لو بتختص بقديم طب لو عمل جديد احنا يعني مثلا واحد قبل كده مقدم السي في بتاو في مكان وتقابل في الوقت ده مش هيشتغل يعني عشان ترجع وطارد لا هيبدأ بس اصد مش بناخد قرار يعني مش لسه هنا بفكر وأخطط لان عادة بنكون عندنا تشويش وقل التركيز فبتكونش فترة جايدة قوي للموضوع ده عندنا حدث كمان مهم اتراجع على المريخ اما عدرا كما المريخ يعني ان كان في نحس في الكواكب فهو المريخ المريخ من اول نوفمبر هيدخل برج الاسد وهيكون في اتصال سلبي جدا مع بلوتو المريخ هو الكوكب اللي بيحكم النار والحروب ويمكن لشان كده انا اول السنة انا اول بسبب جوايا معاينا قلت المجمع على فكرة دي سنة حرب ايو حقيقي فالمريخ كل ما بينتعش ويدخل برج ناري شبهو زي برج الاسد بتشتعل حدة الحروب تاني بتشتعل حدة الحوادث والحرايق تاني طب الفترة دي عشان اعديها ما هو الفال برج بيش بس بيقول لنا اعمل ايو اعمل ايو اعملش يعني انش عادة اقولك اسودلك الدنيا ما اقولش من الفترة اللي هيدخل فيها البرج الاسد اللي هي زي ما قلنا من اول نوفمبر ابعادوا شوية عن طاقة اللون الاحمر لان اللون الاحمر بيحكمه زي ما ترامب كان لابس البيري الحمرة وتحقلت اجمع لا تلبسوش احمر وخلوا بالكم الحوادث كلها تحصل دلوقتي بارقام زوجية الارقام والالوان ربنا خلق ولا لو كان عايز يخلق الكوناب يتفسد كان خلقه فالالوان دايما الارحاب بقول انت واقعك دايما في محله الحمد لله رب يجي في الخير وبس ازي ما قلت الفترة دي تجنبوا اللون الاحمر على قد ما تقدروا وان انتوا تحديدا لان وارد يحصل امر يخص احتفال احتفال كبير فتجنبوا الاماكن الاحتفالية او الترفيهية الكبيرة اللي فيها اه اللي فيها زحمة اوكي طب لو هنكلم بقى على الابراج شوية اوكي مين الابراج الاكثر حزن مع نهاية عشرين ربعة وعشرين يظل لسه مكمل معنا لنص عشرين خمسة وعشرين برج الجوزاء برج الكوس برج دول الاكثر حزن او الاقل حزن لا الاكثر حزن الاكثر حزن ولما باجي اتكلم اصلا احنا احنا في اول السنة قلنا جماعة برج الجوزاء وبرج الكوس محظوظين مثلا وقمتلهم ان هما الاكتر ناس برشح للجوزيون اللي السنة خلصت ما اتجاوزتاش جماعة احنا بنحسب يعني حسبة كوكب الكوكب اللي احنا بنتكلم عليه ده مكمل معاكم نص عشرين خمسة وعشرين فليسة عندك فرصة لسه في امان اه لسه في امان هما عندهم الحزوز دي وفي برجين والله انا بحنيهم من كل قلبي اصلا الناس دي خرجت من دوامة طويلة الجدي يعني صح الجدي ده عدم مقاسي لا ده مش مقاسي بس الجدي برج محكوم من كوكب زحل اللي بنتكلم عليه فهو بصراحة برج زحل يدو تقيلة على اولاده فطبيعي ان هو كان من اللي اشف عليه وهم بقالهم خمستاشر سنة وتحديدا الناس اللي في الاربعينات دلوقتي كتير منهم كان عندهم تعطيل في الجواز او جوازات فشلة او جوازة طويلة يعني صعبة عليهم اغلابهم كان عندهم تعطيل في الجانب ده الناس دي يعني من الشهر ده والغاية ان شاء الله الباقي من حياتهم يعتبروا ان فيه سحر سود تتفك من عليهم لانه هو كان عندهم كوكب بقاله خمستاشر سنة بنقول عليه هو اصلا كوكب يعني يشبه السحر يشبه اللعنة وناس كتير منهم كانت بيتيجي بنشوف من خريطها الفلكية اقول لهم انتو طبعا لفتو على المشيخ وقاللك عندكو اسحار لانه هو تأثير شبه السحر اللي هي البنت يا حرام زي الأمر ويدخل لها مليون عريس ومت تتجوز هو فعله اسمه فعل الهدم الناز دي من السنة دي وتحديدا من منتصف عشرين خمسة وعشرين منتصف عشرين ستة وعشرين يعني فعلا هيكون عوضهم خير ده حقهم بصراحة جديد يهدلوا عين صبر ونالوا طب الكنترول بيسألني على اتناشر ستة ده برج اتناشر ستة ستة الحمل صح؟ ده السرطان أخبار وإيه سرطان معين؟ ما احنا قلنا ده هي سرط حظه السنة الجاي من منتصف عشرين خمسة وعشرين والمنتصف عشرين ستة وعشرين الجوزاء بيقولوه الجوزاء ما هو؟ جوزاء الجوزاء زي ما قلنا هم عندهم أصلا المشتري كوكب الحظ وده يا جماعة معناه ان فيه كل واحد فيك وجاي له فرصة جاي له حاجة يحسن حاجة في حياته لو انت استغلتها صح هتفرق معك في حياتك ما استغلتها لكن هم لغاية نصف عشرين خمسة وعشرين نسا عندهم الحظ يعني اللي ما حصده تحفظهم أكتر في المال ولا الشغل ولا العطفة كل واحد على حسب كل واحد على حسب يعني ممكن تكون يقتلهم من شراكة يعني ممكن يكون عندهم شراكة زواج ممكن يكون قبول وشهرة وعلى فكرة أغلب من معوليد بورج الجوزاء وتحديدا الإعلاميين والرياضيين بتكون سنة تساعد لهم يمكن لنصف عشرين خمسة وعشرين طب الأقل حظا ده وربنا يكون معا من الآخر السنة كده الحوت والكوس وده لينا كلنا جماعي يعني اللي أنا هقوله دلوقتي يخصنا كلنا ليه السنة دي كانت تقيلة؟ لأنها سنة تنتحس الروحانية يعني إيه سنة تنتحس الروحانية؟ من الآخر كده بنقول عليها يعني السنة اختبارنا يعني في إيماننا المطلق بربنا ليه؟ هي سنة فيها تعطيل تقيل جدا وسنة بنخفض فيها الروحانيات وعشان كده مثلا يزدهر جدا الناس المزيفة الدجالة تلاقيهم يتلعوا مجموهم يعلى تيبو شخص يكون زميلك في الشغل يعني ما بيشتغلش كويس خلص تلاقي هو اللي بيلمع أخوك اللي ما بيعملش أي حاجة في البيت تلاقي مواما مبسوطة منه جدا اللي ما بيعملش يعني شخص اللي بيسرق بسطاتك على الفيسبوك هي اللي تعمل أعلى بيتك هي اللي تنتشت وتشتح السنة دي فيها نوم من يعني الاختبار لإيماننا فعشان كده وأكثر اتنين بصراحة معرضين لده تحديدا برج الكوس وبرج الحوت طب نعمل ايه الكلام ده الاختبار ده مكمل معانا لنص عشرين وخمسة وعشرين بس الزروة بتاعته لغاية فبراير عشرين وعشرين نعمل ايه؟ فيه جزء من الموضوع أولا حافظوا على الصدقة وتحديدا أيام الخميس الصدقة ثم الصدقة ثم مضي الصدقة في الفلك الأديين حتى قبل ما يخترعوا الأديان قالوا لهم اتطلعوا مال يعني أو طلعوا أي شيء أكل أو طعام يعني يفق انتحسات الأمور حواليكم فدي أول حاجة وتحديدا أيام الخميس لأن المشتري بيحكم يوم الخميس الألوان اللون اللي أنا لفسها ده هاش كده بنوره فيه يا رحيب ده اللون عشان جماعة تقط الألوان دي أمره مهم جدا كل كوكب ليه ألوان خاصة بيه البنفسيجي الأصفر الأبيض كتروا الألوان دي جدا هتحسوا حصلا أنها بتأسرع حياتكم نفسيا والأهم طول الوقت لازم يكون عندكو تسبيح خاص بيكو ذكر خاص بيكو من كتابكو المقادرة هل في وردة ممكن نقول الفترة دي؟ أفضل وردة يتقالي الفترة دي لنا كلنا أي أن كان دينك أي أن كان معتقدك الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض ليه؟ لأنها فترة ظلمة غنقة على الروح فبسر نور الله هنبتدي ترتفع شوية روحانية الأرض وبالمناسبة حياتاقتها مؤثر على الروحانية العامة ناس كتير مش قادرة تعمل عبادتها ناس كتير بتتعرض للحسد بمنتهى السهولة ناس كتير بتتشائم ونفسيتها مش كويسة لأن فعلا أنت حسن مش ترتفع أه طبعا أه طبعا ده حقيقي يعني؟ أه ده حقيقي في ناس اللي هو كده بالهوى يطلقت أه هتقول يعملوا إيه يا رحاب؟ أه والله يعني ما فيش أسهل من أن أنت تتحسن وتقفل بوقك شوية استعينوا على قداء حوائكم بطي كبنان في ناس أنا فعلا شفت نحسها في الحياة وأول ما بشوف خرايتهم الفلكية وقال لهم أنت مشكلتك لسانك لسانك فالسكوت والصدقة الصدقة يا جماعة مش بنطلعها لما بنكون معنا فلوس ده إحنا بنطلع الصدقة عشان ربنا يبرك لنا في الفلوس اللي معنا طبعا عشان في ناس ربطة أن أنا هطلع صدقة لما يبقى معايا فلوس والله ده أنت كل ما يبقاش معاك فلوس عمد شطانك وطلع صدقة أكبر حتى بتوعطق يقولك إيه؟ وانت لما تطلع فلوس بتوهم الكون إن أنت معاك فلوس لا لا يعني إحساس الصدقة دي أكتر حاجة ممكن تطهر حياتك كلها حقيقي وتاني جماعة ما تتضيقوش قوي من السنة دي النهاية تقيلة يا فعلا سنة اختبار وسبحان الله اللي الناس اللي حظاه واقع السنة دي قوي هيتعاكس تماما وعلى رأسهم الحوت والكوس يا رب يا رب يا رب والجادي والسرطان أنا بقول لهم بجد مبروك الناس كتير منكم كتير حيجي لهم ارتباط وجواز اللي كان عندهم تعطي الجواز على مدهات يعني سنين تقول لهم طيب لو هنقول مثلا الأكثر حظا في الحب هيبقى مين؟ هنقول الشهر ده بقى يعني ممكن برضو يظل القوس عنده حظوظ عشان الظهرة عندهم الظهرة هو كوكب الحب والعاطفة وممكن يكون عندهم حظوظ في الحب وبرضو على فكرة برج الميزان عندهم حظوظ في الشراكة وفي الحب وناس كتير هم أكتر ناسة بهدلة السلادي عشان كثوف الشمس وخصوف الأمر كان دايما عندهم فكتير منهم أنهو علاقات الناس دي بتنهي علاقات عشان تبدأ علاقات تانية على نظافة يعني فإلا أنهو علاقات انتو مرشحين جدا للسنين الجاي يكون عنده كرتباط جديد يعني وبالنسبة للعمل مين أكتر حظا يعني حنقول العقرب مثلا عنده حظوظ مالية في الشهر ده بس دايما العقرب عنده حظوظ مالية مين اللي قال كده بجد؟ أنا محسة العقرب دول يعني ربنا بديهم بزيادة خصوصا في الجانب في الفلوس والعمل في العقرب في الخريطة الفلكية بيمثل بيت المال اللي غير بتقوب عليه بزة؟ ايه ده؟ بيجيلكوا كل الفلوس دي منه؟ بيت الميراس فهما ممكن يعني منهم كتير بيكون عندهم حظوظ من ميراس وبرضو على فكرة من الحاجات اللي بيبقوا شاطرين فيها جدا الأمور اللي التعلق بالاستثمارات والبيت كوينز والأسهم وكلام من ده البيزنس فهما شاطرين جدا في البيزنس حقيق اه هو يخصهم بس ما فيش حاجة اسمها ما برضو جماعة فيش حاجة اسمها بكل برج العقرب طبعا طبعا يعني فيه واحدة مصمبة تقولي هو ليه الجوزاء منحوس على طول فيلها يا ستي ومقامت صلاح منحوس المشكلة مش في البرج كل حد ليه خريطة فلكية زي ما انت قلت لا تتشبه مع حد تاني ملناش علاقة بالبرج خالص احنا عندنا كلنا اصلا البرج هو البرم توقع عام لكن مش لازم يكون يتضق عليك كلنا عندنا الاثناشر برج في خارطتنا الفلكية طبعا يعني عندنا الاثناشر برج في الخريطة الفلكية فليه في واحد منحوس وفي واحد محزوظ أولا ربنا مقسم الأرزاق فملكش حق تعترض على ده تاني حاجة ان كل بني آدم يعني مثلا كل برج الجوزاء بيتولدوا عندهم حاجة من الاثنين ده انا بدي على سبيل المثال اما قدرات يعني الكلامية يعني شاطرين جدا في الكلام لا بقى او وعشان كده بقى فيه علامين كتير حتى برج الجوزاء او في الكتابة او في الاعمال اليدوية او المهارات اللي تتعلق بالقدم الرجلين وعشان كده برضو لعيبة كورة كتير جوزاء او لعيبة رياضيين يبقى هوا مميزين في الحاجتين دول فلو انت برج الجوزاء دور على هواياتك اللي تتعلق باليد وبالحركة او بالكلام ده مثلا ففي واحد يستغل لها فينور وواحد تاني يفضل يبارطن بقى حياته انا مش محظوظ وكل مش محظوظ دي يا جماعة كرسة شد في لعنة انت عملتها نفسك لانه اعتراض على قدار ربنا وفي نفس الوقت انت خلاص انت منحوس فاتفضل انا عنده ظن عبدي بيه مش انت منحوس اتفضل كمل نحس